اهلا و سهلا بحضراتكو النهاردة في الحلقة دي هنتكلم على الانواع الـ وانواع الـ مهمة بالنسبة لنا لانها اللي بتشكل الـ اللي كلمنا عليه وبتشكل فاهمنا اللي بنقراها وبتشكل انتاجنا لـ جوه منطقة الخطوة الثالثة في الـ طيب ازاي نقدر نفرق ما بينهم بناء على العريفات دي تعالوا نبتدي كده بإجزامبل الاول يقول ان عندنا ريسيرشر هنا ريسيرشر ده بيدور على فينومنا كيس اسمها الـ الاستضافة يعني يبدو خلينا نتخيل سيناريو انه عنده يعني بيستضيف شركة وعمل استضافة العدد من الـ والاكسبرت دول جايين له من مكان خارج البلد وعايز يعمل ريدينج وريفيو للـ يطرى الاستضافة دي عبارة عن ايه؟ فتعالوا نتخيل مع بعض لما يروح يدور عليها كاستضافة لـ او الفينومنة دي في هيلقيها ايه؟ مجرد افترض مجرد تخيل ممكن نلاقي في العبارة عن طيب هل ممكن تساعدني وتقولي تفاصيل اه ممكن تقولي الـ هي نفسها تتكون من ايه؟ ممكن تقول تفاصيل اكتر شوية في الـ ممكن يبقى الـ تتكون من هاتل وفود تاني او احنا بنفكر مع بعض انما هو لو رجع كده او كأنه بيدور في الـ بيعمل سيرش مش اتفقنا الـ فوه بيعمل سيرش في الـ فلا اكده لاح الـ بتشكل الفينومنة بتاعته ولاح تفاصيل كمان ان الـ بتتشكل من فندق واكل هاتل وفود طب ممكن يلاقي اكتر او ممكن يلاقي الفود ده يتكون من ايه؟ ايه الفود يتكون من ايه يا جماعة؟ مثلا يعني فطار غدا عشاء بريكفوست لانش ان دينا طب اللانش يتكون من ايه؟ والله ممكن يتكون من مين ديش و ابيتايزر و ديزر طيب المين ديش مثلا يتكون من ايه؟ اي حاجة بقى ممكن تبقى لحوم فراخ سلطات انسوان ميت انسوان طيب الشكل اللي قدامنا ده الـ كتبه من دماغه لا هو لاقه في الـ كده يعني ارى بيبر التانية التالتة لا الـ سواء كلها او اجزاء منها طب فيما يمنع ان الـ الـ يبتدي يلاقي حاجة تانية مثلا يعني ان الاستضافة دي لو احنا عندنا كويس اي ان كان لمن جنتج عنها ايه؟ تعالوا نتخيل ان الاستضافة دي مع الـ تنتج حاجة كمان ايه؟ فكروا معي كده في اي اجزامبل كل التاكست اللي هنا ده جماعة اجزامبل طب بس الـ هيلقيه ويكتبه من دماغه ولا هيلقيه جواه الليتراتشار لا هيلقيها جواه الليتراتشار فمثلا هنا تريننج بيونتج كاستمر ساتسفكشن عظيم طب الـ كاستمر ساتسفكشن دي هبعد هنا شوية كده الكاستمر ساتسفكشن دي مع مثلا مثلا يعني اه اه يعني ايه احنا كشركة كاستسفكشن نجحنا ان احنا نعمل كاستمر ساتسفكشن يا ترى لو عندنا كومبوننت او فاريبل اسمه انفاسمينت نقدر نعمل ايه؟ نقدر نعمل بروفيتس كويس نعمل طيب البروفيتس دي في بعدها كمان اه ممكن كمان تصورات وسيناريو يبقى الـ الـ اللي هي الاستضافة مثلا طيب تعالوا بقى نقرأ كده الـ الـ وده الـ هتلاقوه في اغلب الكتب is the goal of the research الـ عايز يفهمه يتنبأ بيشرحه or عايز يقيس ويشوف يترى بيحدث عليه تغيره ولا لا وايه تغيره اللي بيحصل طيب بقى مين بقى بالنسبة لنا هنا؟ الفينومينا فاللي كنا بنقول عليه دايما في اول كتب research chapter 1, 2, 3, 4 مثلا من اغلب كتب research هتبقى بتقول في الاول اسمها الفينومينا اللي بتدرسها او الـ ده الحقيقة هو احد انواع الـ المشخورة الكبيرة اللي اسمه بالدرجة الاولى dependent variable فباية الـ الحقيقة هي الـ الـ اللي احنا بندور عليه ده طيب يبقى الـ المشخورة لو عايز يقول لنا المشخورة الكبيرة يبقى المشخورة الكبيرة حاولين ايه؟ حاولين الـ 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 بس خلي بالكواب احنا كنا اتفقنا لان كثير من الكتب هتقول ده وده الحقيقة مش دقيق شوية ليه؟ لان هو بيقول الـ 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 يعني ايه؟ يعني طب احنا ايه الهلاقات اللي بيتأثر فيها الـ الحقيقة كزا حاجة اما يبقى فيه علاقة فقط يعني او الـ الـ او اتفقنا كمية واخر صفة الرابعة تاني دي في الحلقة بتاعة اللي شرحنا فيها الاول يعني ايه؟ وشرحنا علاقاته مع يبقى لو عايز تعدل الجملة دي شوية ممكن بدأ الكلمة في اغلب الكتب هتلاقيها تقول طيب negative and or amount and or significant يبقى نتيجة كده لو رجعنا للإجزامبل ده يبقى الـ variables دي اللي بتأثر هنا بشكل مباشر او الـ level على الـ dependent variable ده او الفينومنة دي هم دول اللي نقدر نعتبرهم your independent variables وهم دول حيبقوا your own focus entertainment accommodation transportation pocket money program performance كمثال هيبقوا دول الـ variables الاساسية بالنسبة لك ونقدر نعتبرهم هما العدد ده framework اللي بلاحمر ده او الـ frame اللي بلاحمر ده اسف الفريم اللي بلاحمر ده هو your dependent and independent variable بيجي بقى هنا السؤال طيب ماذا لو researcher ده شغال على الـ accommodation والله هنرجع تاني للتعريف هو ده primary interest ايوه طيب يبقى ده الـ dependent ومين اللي بيقصر فيه الـ hotel والفود يبقى العطل والفود هما دول اللي هنقدر نعتبرهم independent للـ accommodation طيب لو انا الفود هو my primary interest يبقى الفود هو dependent والثلاثة دول هما الـ independent وهكذا تقدر تعرف مين الـ dependent ومين الـ independent variables بان انت تحدد لنا مين الـ focus اللي عايز تقيسه وبالتابعية نعرف نقيس او نشوف مين اللي بيقصر فيه بشكل مباشر وبالتابعية نقدر نحدد مين الـ dependent ومين الـ independent طيب هل معنى كده ان مفيش variable في اصله هو dependent ولا independent اوه طبعا مفيش انت اللي بتحدد في الـ research بتاعك مين الـ dependent ومين الـ independent فالمثال اللي عندنا ده لو الـ researcher بيدور على الاستضافة يبقى هي dependent والـ variables associated بشكل مباشر هما الـ independent وهيركز لنا على انه مثلا الـ accommodation يبقى في الحالة دي بقت dependent ليه هو والـ hotel والفود هما الـ independent طيب ماذا لو الـ researcher مثلا بيدور على الـ customer satisfaction نفس المبدأ بقت الـ customer satisfaction هي الـ dependent والـ hospitality اللي كانت للـ researcher اخر dependent احتيبها بالنسبة له independent والـ training هو الـ independent 2 وهكزا نكمل طب اللي قدامنا ده عبر عن ايه دي هي literature map او هي دي بنعتبرها mind map representing or presenting the efforts of the researcher to present his literature review فانت تقدر تعرض لنا دي كأنها خريطة بتقول قدين تعريت literature وقدين literature بتاعتك prevailing فاكرين صفة prevailing يعني جابت الـ width المناسب جابت العمق البعد الحقيقة ده مش العمق او ده البعد يعني انت هنا نقدر نفهمها من الحلقة بتاعة prevailing والـ relevant كانت عبارة عن دايرة لو انتوا فاكرينها كانت عبارة عن دايرة كده وفيه تماث مع الدواير التانية اللي هي قلنا ممكن تبقى عنها فهنا لو انا researcher بتاع الـ hospitality انك تعرض لنا مثلا layer 1 و layer 2 بعدها يبقى ده prevailing لان انت بينت لنا الـ variable hospitality ده مع ايه يشكل ايه وعرضت لنا الـ variable hospitality ده يتشكل من ايه بشكل مباشر و ايه الـ variables اللي بتشكله فبالتالي لو رحت عرضت لنا في literature review two layers بعد الـ phenomenon اللي هو dependent يبقى كويس قوي وعرضت لنا two three layers بعدها يبقى كويس قوي طيب وانا لقيها في literature بهذا الشكل لا مش لازم انت ممكن تلاقيها المربع الاحمر ده الفريم الاحمر ده وممكن تلاقي الفريم الاحمر مع الاصفر في اكتر من paper ممكن تلاقي الفريم الاحمر اصفر اخضر مع بعض او تلاقي الاحمر ده مع الفريم الاخضر اللي بعده ده فانت شطرتك وقوة عرضك كreseرشر انك تورينا الـ prevailing literature بانك تورينا الـ spectrum ده الـ width ده كله العمق البعد ده شمال ويمين وفوق وتحت اللي كانت معروضة قبل كده في شكل دواير وده التطبيق العملي بتاعها طيب فين العمق بقى فين الدبث اه الدبث ان احنا مثلا كعمق الفود نظريته هنا او الموضل ده فسروا على انه breakfast lunch dinner وكأن الفود او الاكل تلات واجبات مرتبطة بزمن صباحا ووقت الظهر او العصر وكده ووقت العشة او وقت متأخر ليلا ممكن يبقى الفود بـ literature تانية يتفسر معانه بدأille تانية تعالوا نفكر فيها كده ممكن تبقى ايه؟ اه ممكن يبقى organic non organic ممكن يبقى صيامي غير صيامي ممكن يبقى 후보 حلال حرام ممكن يبقى Можно تبقى اهتمامات . و previewsher لنا اكتر من موديل هنا كده هو في المنطقة دي كده وكأن ده العمق والبدائل المختلفة كأنه ممكن يفسر بنظرية او بموديل بريكفست و لانش و دينر او ممكن يفسر بأورجانيك نان اورجانيك او يفسر بهيالثي انهيالثي او من الوضع اللي ممكن تساعدنا في فهم وتفسير الوضع اللي اسمه فود فمثلا هنا موديل ايه اللي هو ده بالنسبة لنا بريكفست لانش و دينر موديل بي فيجيتاريان نانو فيجيتاريان موديل سي اورجانيك نان اورجانيك وهكذا طيب دول اجيبهم من اين برضو من الليترتشر طيب نعرض ده كله ولا نعرض دول الحقيقة عرض الوث ده او العرض ده او البعدين الشمال ويمين وفوق وتحت ده بننصح ان يبقى مثلا two three levels والسينير ريسيرشر او السوبرفايزرز اللي معاك حينسحوك لغاية فين نوقف غالبا عند منطقة كده variable profit نوقف وغالبا عند الفود والوطل هنا نوقف لو انت researcher of hospital انما مقى لازم نجيب البدايل المختلفة اللي هي العمق بقى البدايل المختلفة من variables independent اللي بتفسر الhospitalي طيب هل ده في صح وغلط لا ده مسألة تحسين وتبسيط عمق ودقة فلازم تجيب لنا هنا اكتر من موضل يشرحه لنا فود يعنيين طيب هل اقدر استخدم اكتر من layer طبعا عشان كده بقول مش صح وغلط انما بالنسبة لنا بنفضل بالذات بالنسبة لل deductive applied ان يشتعل على dependent independent variables بس ده بخلاف طبعا عندنا نوعين اخرين من variables اللي هم الmoderating والmediating دول الحد الادنى اللي لازم نبقى عارفينهم مع dependent والindependent وبالتالي الشكل اللي قدامنا ده بيقول ان احنا ارتباطا مع حلقة prevailing والrelevant ادنا النهاردة نطبقها بشكل عملي وشكل ادق شوية ان ندور نشوف فين الvariable of primary interest بقى that dependent اللي بيأثر فيه بشكل مباشر اهو بقى دول الindependent يأثر ازاي يا amount يا direction يا significant او حتى يأثر بس طيب لو انا researcher بتاع accommodation يبقى دول اللي بنسبة لك كواطن الوفود هما الindependent طيب اي variable dependent وindependent له بدائل يعني الديبندن ده له بدائل كتير تتحكم فيه وتفسره محتاجين نعرف منك البدائل دي كلها دول زي الحلقة الخاصة بي الtheoretical framework اللي كانوا 3 models ABC اللي كانوا بلا صفر واخترنا واحد ما بينهم وهنختار ما بين دول حسب مقارناتنا ومراجعتنا كـ evaluation مع problem definition والcontext اللي قاعد تدرسه 9 elements framework model وهما دول اللي هتختار منهم واحد وتنقلوا معاك لمنطقة research design عشان نبني our theoretical framework الحلقة دي مهمة قوي بتبين ازاي تبني literature review map تعمل كده mind map تقدم لنا prevailing literature توررنا الجهد بتاعك اللي قدرت اتعرفنا بيه قد ايه انت ربط مع او مرتبط بrelevant science وبتبني عليه وتستخدم منه ومهمة قوي نفهم منها الفرق ما بين dependent و independent variables عشان نبتدي نعرف في الحلقة اللي جاء على طول الفرق ما بين المدريتنج والمدريتنج فريق شكرا لحضراتكم نلتقي في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر